في إطار توجيهة رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتستهدف تيسير أعمالهم بمختلف المحافظات قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بزيارة المنطقة الاستثمارية ببنها وميت غمر لتفقد سير العمل بالمشروعات العاملة بالمنطقتين وبمتبعة رفع الكفاءة الانتاجية بها وخلال الجولة التفقدية أكد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مناطق استثمارية جديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر